هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لليوم الوطني للدولة الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تهانيه وأمياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والتطور كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيتين تهنية مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنها سموه أطيب تهنيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما وافر الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من النماء والتطور كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنية مماثلة إلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ضمنها سموه خالص تهني بهذه المناسبة الوطنية ضمنها